جميل تمام طيب اليوم بنتكلم عن نبرة الصوت تعرفون نبرة الصوت من الاشياء اللي تأثر كثيرا نبرة الصوت تغير المعنى مع ان هي نفس الجملة نبرة الصوت تغير المعنى احيانا تشعل خلاف احيانا تنهي علاقات احيانا تزيد الحميمية وتقرب وتزيد المودة بيش بنبرة الصوت نضرب مثال بسيط انا دايما اضربه كلنا وكلك المشاهدين جملة يصير خير لما تقولها الوالدة صح على نبرة الصوت احنا نعرف انه ربما ما في امل طلبك هذا ما راح يصير صح وحيانا ان شاء الله ابشر اذا قدرت من عيوني وحيانا اصبر لما نرجع البيت اتفهم وياك بعدين صح ولا لا كيف نفهم المعنى هذا من نبرة الصوت هي الكلمة واحدة يصير خير فدائما نبرة الصوت تغير معنى كثير طيب فاحنا نما نتكلم عنكم انتم اعلاميين المستقبل عن المشاهدين في الحوار الدائم لازم نعي ونفهم نبرة الصوت وتأثيرها اللي دائما في بعض المشاكل يصير بين اطراف يجي قلك انا ما بيسمع صوته ولا بيكلمه يتراسلون بالواتساب صح اغلب الاوقات تزيد المشكلة ليش لانا ما وضح نبرة الصوت وصارت معانا كثيرا احيانا يزعل الطرف الثاني تقول لا انا ما اقصد الكلام هذا هو حط النبرة اللي في خياله بالضبط هذا هو فنبرة الصوت تفرق وتؤثر كثير جدا جدا طيب سؤال الاهم اشتركوا في القناة